بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بركاته اهلا بكم اعزائي طلبات وطلبات صفي السنة الاعدادي اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات رياضة كوي اه النهاردة برضو هناخد درس جديد اسمه العددان المترافقان الدرس اسمه العددان المترافقان الدرس سهل وبسيط لو اطويل شوية بس نركز فيه عندنا حاجة اسمها مرافق العدد مرافق العدد لان لما يجيب لك عدد مسلا جزر خمسة زائد جزر اتنين انا عازل مرافق بطاع المرافق بطاع بتاعه ان انا بعكس اشارة اللي في النص لو كانت موجب تبقى سالب ولو كانت سالب تبقى موجب لو كانت موجب تبقى سالب ولو كانت سالب تبقى موجب فهنا تبقى جزر خمسة ناقص جزر اتنين بس لما اجيب لك مسلا جزر سبعة ناقص تلاتة فين المرافق بتاعه هتبقى جزر سبعة زائد جزر تلاتة اه زائد تلاتة مش جازر تلاتة زائد ايه? تلاتة. طب لما اجا لك مسلا ايه? جازر تلاتة ناقص جازر اتنين. فين المرافق بتاعه? هتعكس اشارة الف النص. هيبقى جازر تلاتة ها? زائد جازر اتنين. بس كده. طب تمام. في عندنا حاجة اسمية مجموع العددان المترفقون بيديني كزا وحاصل ضربهم كده انت هتطلعهم اصلا يعني مش عايزك تحفز قانون. ازاي? لو جاء لك مسلا ايه? اختصر لابسط صورة. جازر سبع ناقص جازر اتنين. مضروبة في كوس تاني جازر سبعة زائد جازر اتنين. في الحالة ديت لو جدت بص هتلاقي الكوسين هنا شبه بعض. بس المختلفين في اشارة الف النص. فهم هنا العددان المترفقين. جازر سبع ناقص جازر اتنين هنا جازر سبعة زائد جازر اتنين. اللي تعمله هنا يا حبيب قلبي انك هتضرب الاولان في الاولانين. والتاني في التاني وبس كده. جازر سبعة بدني كام? سبعة. وسالب في موجة يديني سالب. وجازر اتنين في جازر اتنين ب Somehow $7 ناقص اتنين كام خمسة? بس كده. ايبما تخلي بالك. طب لو كان هنا مثل مختلفين. لا ايبما الغاز تضرب الجازر سبعة في الكوس دة كله. وجازر اتنين في الكوس دة كله. طب لو جاء ل المسألة زياة تالية. اتنين جازر تلاتة زائد. جازر خمسة مضروبة في كوس. اتنين جازر تلاتة ناقص جزر خمسة. هيبقى لتنين في اتنين باربعة جزر التلاتة في جزر التلاتة بيديني تلاتة. تابقي لا eloul رابط ما بينهم في هنا فيه. موقف في سالب يديني سالب وجزر خمسة في جازر خمسة يديني خمسة. قاطف اربعة بيديني اتناشر ناقص خمسة يديني كامل ناتج يديني سبعة. ما انت فهمت الحتة دي اه انا فهمت الحتة دي. طيب شو بقى دي بقى? اكتب في ابسط صورة اربعة على جزر السبع ناقص جزر تلاتة. جزر سبع ناقص جزر تلاتة. قلت لك قبل كده ما ينفعش يكون المقام فيه عدد حقوق. يعني يكون فيه جزر. طبعا نعمل ليه? لازم نتخلص منه. فعلشان كده الحيطة دي بقى راكز بقى عشان ده اساس الدرس. ارباع على جزر سبع ناقص جزر تلاتة عشان نتخلص من المقام ده لازم تضرف المرافق في باسطو مقام. مرافق المقام. يعني هنقول هنا اربعة على جزر سبعة نقص جزر تلاتة. انا كتبت هي هي هيها على فكرة. فهنضرب في المرافق. هنقول هنا في كسر جزر سبعة زائد جزر تلاتة. يعني عكس ده على فكرة. عكس ده. وبرضه هتتقررها تاني برضو تحت. اربعة هتتضرب في المقدار ده كله. ما تضرب هاش اقترب الاربعة ده واجتب المقدار زي ما هو. وهنا جزر سبعة في جزر سبعة يديني سبعة. وسالف وموجب يديني سالب. جزر تلاتة في جزر تلاتة يديني تلاتة. سبعة ناصرات يديني كام? اربعة. يبقى ده يروح مع ده. يتفضل الاجابة في الاخر ايه? جزر سبعة زائد جزر تلاتة. يبقى انا كده اتخلصت من المقام. تقول لها مستقر. ايه? انا فهمتش حاجة. كمان مسألة. ايوة يا ريت. اتناشر على. جزر ستة. ناقص جزر اتنين. هضرب في المرافقة. هيبقى جزر ستة زائد جزر اتنين. على. برضو هي هي اه? خلي بالك هو هتضرب في نفسه. لأ في عكس الاشارة. هنا لي اتناشر. ماشي. مضروبة في نفس المقدار ده. على. جزر ستة في جزر ستة يديني ستة. سالب في موجة يديني سالب. وجزر اتنين في جزر اتنين بيديني اتنين. هنا اتناشر. هتضرب في المقدار برضو زي ما هو. وستة ناقص اتنين يديني كام اربعة. هتقسم اتناشر على اربعة في كام في التلاتة. يبقى تلاتة مضروبة في المقدار جزر ستة زائد جزر ايه? خلاص اولاد? بس كده. يبقى ده الجزئية اللي انا عايزك تعرفها. اللي انا عايزك تعرفها النهاردة. طبعا انت هتلاقي عندك في كتاب المعاصر شوية اه تمارين وامثلة. انا عايزك تحلل حد الامثلة لزيرية. اما الفيديو الجاي هتديك بقى امثلة تانية اللي هي يعني طيب بتاع نحلها على طول. بدل الفيديو الجاي وكان من ده هتعنا نحلها على طول. هنا بقول لي ازا كان سين بكزا وصاد شو بقى ركز بقى. اتنين على جزر خمسة نقص جزر تلاتة. وهنا بجزر خمسة ناقص جزر تلاتة. تمام. اثبت ان سين وصاد كميتان مترافقتان. ثم اوجد قيمة المقدار سين تربيع زائد اتنين سين صاد زائد سات تربيع. ده سؤال امتحانات. حتى هنا انا كاتب لك تمارين هم على الكميات المترافقة. تمارين هم يعني هي دي التمرين اللي بتيجي في الامتحانات. هنا بقول لك السين بكزا وصاد بكزا. هنا في مشكلة? اه في مشكلة. ايه المشكلة اللي هنا? ركز بقى في اللي جاي ده. ايه المشكلة اللي هنا? المشكلة هنا فيه? السين. من هالسين? عنده مقام في له جزر. عايز تخلص منه. علشان تقدر تزبط ان السين وصاد كميتان مترافقة. فهتقوله كده ان السين بتساول. تكتبها زي مية. اتنين على جزر خمسة نقص جزر تلاتة وتمضرب في المرافق. جزر خمسة زائد جزر تلاتة. زائد عكس الاشارة. جزر خمسة زائد جزر تلاتة. جزر خمسة في جزر خمسة بديني خمسة. سالب في موجب بديني سالب. جزر تلاتة في جزر تلاتة بديني تلاتة. والاتنين ده هتتضرب في نفس المقدار اللي عندك ده. خمسة نقص تلاتة الدين الكام اتنين. يبقى ده تروح معادي. يبقى اللي تفضل لك عندك جزر خمسة زائد ده جازل ايه? تلاتة. قال له? السين بجراب? والصد بدا. شوف? شوف الصد. قاله بما ان السين بتساوي كزا. والصد بتساوي نفس المقدار ده. اقول له اذا السين والصد كمياتين مترافقتين. لان هم عكس عكس باشارة. الاشارة عكس بعض في النصة هي اديه سالب وهنا ايه موجب? ايه رأيك? يبقى انت ضربت في مراقبة كانت مسال عادية من اللي احنا نستخلل من شوية. تمام? ثم اوجد كلمة المقدار قلتلك قبل كده في الفيديوهين اللي فاتهم. انا عازك تحفظ الاختصار بتاع دي. هقوله بما ان ان السين تربيع زائد اتنين سين صد زائد صد تربيع بتساوي هي هيها سين زائد صد الكل قس اتنين. نازمة تحفظها وقت لا عندها في اكتاب المعاصر. وممكن تكتبها وراءة دلوقتي. دي بتساوي سين زائد صد الكل قس اتنين. طب السين ايه والصد ايه? مهي؟ السين اللي انت لساora طلعها. السن اللي انت لساira طلعها جزر خمسة زائد جزر ثلاثة زائد الصد الصد اللي اية دايات وغذرت جزر خمسة ناقص جزر ثلاثة الكل قس اتنين. هتلاقي عدده معكوسه. ده يروح معنا. يتفضل لي جزر خمسة زائد جزر خمسة. هنا قدو ما واحد وانا بدو ما واحد بس همكتبش. واحد زائد واحد يديني اتنين جزر خمسة الكل قس اتنين. اتنين في اتنين باربعة. وجزر خمسة في جزر خمسة بالدني خمسة. وهنا طبعا هنا فيه فيه. يدني كم معلم يدني عشرين. يبقى الاجابة في الاخر هتكون بتسوي كم? عشرين. فاللي انا عايزك تفهمه لحد ده. يعني عايزك تعيد الفيديو مرة واتنين وتلاتة لحد ما ايدك تاخد على الحل بتاع العددان المترافقة المترافقة. مش عايز اديك الدرس كله. ليه? علشان ما تتخنقش منه. عشان ما تزهقش منه. علشان ما تملش منه. لان الدرس مهم. وسؤاله لازم ييجي في الامتحان. هتقول انت كل فيديو بتقول السؤال لازم يجي في الامتحان. ايوة. انت اي درس بتاخده لازم يجي منه سؤال في الامتحان. انت مزاي اللي ابتدائي? حاجة ممكن تيجي وممكن ما تجيش. لأ. وفي قول اعدادي برضو نفس الشيء. الدرس ممكن يجي وممكن ما تجيش. لأ. انت في تاني اعدادي كل درس لازم يجي منه سؤال. لازم. مفيش حكا اسمها مش هيجي. ده لازم يجي. فلعشان كلا انا بقول لك ده مهم. وده هيجي. فدركته مطمونا. انا عايزك تعيد الفيديو ده مرة واتنين وخمسة. لحد ما تفهمه بعد كده بدأت تحيل في كتاب معاصل لو في حاجة وقفت عليك كلمني. ان شاء الله نتقابل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسيقى موسيقى